السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم مخالي الصلاح. النهاردة جينا لكم بفدي جديد وهنكلمكم عن منتج نازل من فترة جبيرة جدا لكن انا مجربتهش بصراحة مكنتش مقتنع به. لكن المرة دي قلت انا لازم اجيبه ونجربه نشوف هل فعلا هيكون اه يعني مفيد ولا لأ هل نقدر نسفيد منه لا. هو عبارة عن جهاز يسمى بخيط الماء الخاص بتنظيف الاسنان بيجي من براند اسمه الموديل بتاع اف اتنين وتلاتين دابلو اي وان. ان شاء الله في الفيديو ده هنشوف اهم المواصفات اللي موجودة في الجهاز اللي معنا النهاردة واهم المحتويات اللي بتيجي معاها وازاي ممكن نستخدمه. طبقوا معنا الفيديو للاخر. اهلا بكم مرة تانية زي ما احنا قلنا في بداية الفيديو عايز اقولك ان الجهاز ده بيجي من شركة اسمها الموديل اللي معنا النهاردة بالتحديد يا جماعة اللي هو اف اتنين وتلاتين دابلو اي وان. لو جينا بص هنا كده اول حاجة هيزر معنا الجهاز واحنا هنرجع له دلوقتي ونشرح كل المواصفات اللي فيه. بعد كده هيزر معنا هنا كابل الشحن من نوع الطيب سي. وبعد كده هيزر معنا الكيس ده علشان تقدر تشيل في الجهاز والمحتويات بتاعته لو انت بتسافر كتير فتشيل في الحاجة بتاعتك هنا. لو جينا اتكلمنا كده على اهم القطع اللي بتيجي معنا اللي هو ست القطع دول. اول القطع معنا دي الخاصة بتنظيف الاسنان من الداخل. نمشي من كده. القطعة التانية والتالتة قريبين جدا من بعض دول خاصين بتنظيف الاسنان. بالطريقة العادية طبعا بس فيهم واحدة ارفع من التانية علشان تخلي ضغط الماء او خط الماء يكون شديد شوية. هنيجي للقطعة التالتة ودي خاصة بتنظيف اللسان. بعد كده القطعة الخمسة. دي عبارة عن فرشة يا جماعة زي همون شايفين كده. ودي فايدتها علشان تقدر تنظف بيها التقويم. لان اسم المركبة تقويم على الاسنان عندها فالقطعة ديت هتساعدة كويس جدا في التنظيف لانها تقدر تطلع منها المية وفي نفس الوقت فرشة للتنظيف. فانا شايف ان هي اهم قطعة فيهم كلهم. هنيجي للقطعة الاخيرة والقطعة ستة وهي عبارة عن آآ برضو نفس القطعة الاولى لكن فيها هنا قطعة سيليكون في البداية طريقة جدا ودي خاصة بتنظيف اللسة زي ما انتم شايفين كده. ديت القطعة اللي بتنظف بيها اللسة. زي ما احنا قلنا كده الجهاز بيجي معه الست قطعة دول والكيس وكابل الشحن من نوع طايب سي. لو رحنا للجهاز نفسه. الجهاز شكله بسيط جدا زي ما انتم شايفين كده لو جينا بصينا كده على اهم التصميم بتاعه. من الخلف كده هيزهر معانا المكان اللي فيه المية التانك بتاع الجهاز ده. عايز اقول لك ان التانك بتاع الجهاز ده تقريبا ميتين اربعة وخمسين ميلي. هيقعد معاك يعني آآ فترة كويسة في التنظيف. آآ انا شايف ان حجمه الى حد ما مقبول. لو جينا بصينا كده من الامام هيزهر معانا هنا البراند وبعد كده هنديه المكان اللي بركب في آآ مكان الشحن من نوع الطايب سي. وعليها الغطى ده علشان تعرف تخسل الجهاز ده. عايز اقول لك ان الجهاز ده بيجي بمعيار سبعة. يعني تقدر تخسل الجهاز ده تحت المية بعد ما بتخلص تغسل اسنانك بدون اي مشاكل. ان هو مقاوم المية بمعيار سبعة تقدر تخسله على خفيف كده علشان ينضف معك. لو جينا بصينا على الجهاز كده من فوق ده هيزهر مكان علشان هنا لما بنجي نركب مسلا القطعة زي دي كده. لازم ندوس عليكم كده عشان تركب معانا كويس. كده ركبت كويس جدا معنا مش هتقدر تطلع خالص عشان تطلحها. تحتاج تدوس على الزرار ده. وتطلحها كده. لو جينا بصينا على الزرار كده فاول زرار ده هو زرار الباور. وبعد كده الزرار التاني ده الخاص بتغييري مود. عايز اقول لك ان الجهاز ده بيجي باربع مود. اه وهم الصوفت. وبعد كده النورمل وبعد كده الشوت والكاستم. الصوفت ده علشان الخاص بتنضيف الاسنان اللي بالشكل المعتاد اليومي والنورمل ده. اه علشان لو عايز اه تزبط اه بشكل متوسط للغسيل الاسنان. الشوت ده علشان يدي لك دفعات قوية جدا حسب ما انت عايز في الاماكن المحددة اللي انت عايزها. الكسم ده انت هنا بتزبطها بتزبط قوة الدفع بتاعة المية حسب المكان اللي انت بتنظفه. يعني مسلا المكان بين الدروز غير المكان اللي في الاسنان. او اللي لسه عندك تستحمل ضغط المية ولا لأ. عايز اقول لك ان الجهاز ده في ميزة كويسة جدا وهو ان اول ما بتشغله فهو بيدي لك تلت ثواني علشان يشتغل بالقوة بتاعته. يعني اول تلت ثواني بيبدأ تصاعدي. بيبدأ خفيف. بعد كده يوصل معاك لمرحلة قصوة بعد ثلت ثواني علشان ما يجرحكش ولا يعور اللي سا. ده كده اهم المميزات موجودة في ضغط الماء. في نفس الوقت برضو عايز اقول لك ان البطارية بتاعته زي ما هم كتبين ان هي بتقعد معاك تقريبا مية وعشر يوم. وده بناء على الاستخدام اليوم. يعني لو استخدمته يوميا مسلا اه ديئة او ديئتين فانا عايز اقول لك انها يقعد معاك تقريبا مية وعشر يوم. بتقدر تملاه من هنا زي ما شايفين وبنصحك برضو اللي انت حاولت رحط فيه مية تكون آآ مية نضيفة شوية ما يكونش فيها ملاح علشان ما يبوص الجهاز. في نفس الوقت هنا عايز اقول لك ان الجهاز فيه شاشة ديجيتال. شاشة دي فايدتها ان هي بتبايل لك مستوى البطارية اللي في الجهاز ومنها برضو بتقدر تختار البرنامج اللي انت عايزه. سواء هنا وبتزبطه زي ما انت عايز. لو جينا اتكلمنا هنا على سعر الجهاز فانا سعره عايز اقول لك انها تقريبا اربعين دولار. آآ انا اشتريته من موقع علي اكسبريس وهيكون سعيب لكم تحت آآ لينك الشراء. هنجربه مع بعض دلوقتي ونشوف مدى الكوة بتاعته ونشوف هل هو عملي ولا لا. دلوقتي كده هنعبي الجهاز ده اه والتانك بتاعه بالمية. بنفتح لغطها كده من ورا. نجيب المية. ونفضيها كده في التانك. زي ما حنا قلنا ان التانك ده بيشيل لحد ميتين ستة وخمسين ميلي لتر. يعني تقريبا ربع لتر. نتأكد ان احنا قفلناه كويس. وبعد كده نجيب القطعة دي. وركبها في الجهاز كده. نتأكد ان هي ركبت كويس. بعد ما نسمع التانك دي بها كده هو اشتغل. في البداية زي ما احنا قلنا ان الجهاز بياخد حوالي تلت ثواني علشان يديك القوة القصفة بتاعته يعني مش بيشتغل سريع جدا او مش بيدخل مية بالطريقة شديدة في الاول على طول علشان ما يعورش الليسة. لازم بيبدأ تدريجي يعني تقريبا في ثلاث ثواني. هنبدأ نشغل كده. نلاحظين كوة المية. تقدر تغير المود من هنا. كده بقى اقوى. شاب يبدأ بطوي وبعد كده يبدأ يشغل معك. كده اقوى حاجة عنده. طبعا انا حاس ان الدنيا تباهد اللي هنا اكتر في المكتب اللي انا بصور فيه. لكن فعلينا جماعة انت لما بتيجي تجربوا في الاسنان عندك فانا عايزة لكونوا ممتاز جدا. والضرر بتاعه مش كبير يعني انت لو عرفت تحكم فيه وقدرت ان انت يعني تركز الخيط المية ده اللي بيطلع على بين الدروس او بين الاسنان فهينضف لك كويس جدا بدون اي مشاكل. لو انت مسلا واكل لحمة او اي حاجة ودخلت بين الدروس فان عايزة اقولك ان هو ممتاز جدا جدا في التنظيف.